في الأول حرك رئيس الإدارة المركزية للتسويق في الهيئة العامة للكتاب ماذا يحمل هذا العنوان من تفاصيل متعلقة بالمعرض؟ يحمل هذا العنوان أن الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المسلولية العامة للكتاب بيتبعها الإدارة العامة لمنافذ البيع والتوزيع اللي هي على مستوى الجمهورية منافذ البيع التابعة للهيئة والإدارة العامة للدراسات التسويقية بالنسبة للمعرض بيتبعنا بقى الجناح الرئيسي للهيئة جناح الرئيسي اللي بيبقى في صلاة واحد ده الجناح الأمة الجناح الأمة بالضبط طبعا بيبقى فيه مكتبة الأسرة بتلاقي كل تخفيضات وكل المجالات موجودة فيه بتخفيضات هيلة جدا ده بالإضافة إلى أن فيه جناح مخصص لمبادرة الثقافة والفن للجميع اللي أطلقتها معالي الوزيرة الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني اللي هو سعره ما بين جنيه لعشرين فقط ودي مش أول دورة ده بعد ما لقى إقبال كبير جدا من الجمهور يعني الجمهور أما بيلاقي كتاب عنوان مهم وبيبحث عنه ويلاقيه بستة جنيه وبسبعة جنيه يعني ده بيبقى فيه إقبال جماهيري غير عادي على الجناح المخفض ده بتاع المبادرة بالإضافة لأن فيه جناح برضو تابعنا اللي هو للكتب الأجنبية غير العربية بالفرنسي والألماني والإنجليزي طبعا عدد من الأجنحة بيبقى زي عرس ثقافي كارنفال الجمهور بينتظروا وجمهور معرض القاهرة الدول الكتاب زي ما احنا تعودنا منه جمهور مبهج ومفرح لأنه بيبقى بيتوافد الجماهير بشكل يعني لم يسبقه لم يسبقه مثيل في أي معرض آخر احنا شوفنا معارض كتير جدا معارض هيلة وعظيمة وكل بس البطل الحقيقي عندنا هو الجمهور فعلا تحت أي ظروف وتحديات بكل ما تعنيه الكلمة بنجد الجمهور مبهج ومفرح وإحنا بنعمل لإرضاؤه اشتركوا في القناة